انطلقت في مقر الأكادمية الوطنية للتدريب أولى الجلسات التخصصية المغلقة ضمن الحوار الوطني اللجنتي الصحة ومباشرة الحقوق السياسية يأتي هذا في ظل بدء خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني فمنذ بدء الجلسات العامة للحوار تم عقد أكثر من خمسين جلسة معلنة شهدت مناقشة العديد من القضايا الهامة في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وحضرها آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيدولوجيات وقد أثمرت تلك الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ